تشكيل الحكومة في العراق أزمة تعود إلى مربعها الأول بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من جهة وإقرار الإطار التمسيقي المنافس للصدر بعجزه عن تأليف الحقوق الإطار يتهم الصدر بأنه عقد المشهد السياسي أكثر ويربط النجاح في تأليف حكومة جديدة بإنشاء تحالفات واتفاقات مستقبلية تحقق الأغلبية أيضا لتمرير رئيس الجمهورية لماذا يعجز الإطار التمسيقي عن تأليف حكومة من دون كتلة الصدر وهل الحلول المتبقية في العراق تكمن في انتخابات مبكرة أم أن التفاهمات المستقبلية واردة طيفنا من بغداد الكاتب والبحث السياسي بسام القزويني أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار على ما يبدو هذا الانسداد السياسي الحاصل في العراق لا يمكن حلو إلا من خلال عودة الكتلة الصدرية هذا قبل ما نغوص في قرار الصدر وكتلته ما رأيك في ذلك؟ بالتأكيد الصدر طرح مشروع الأغلبية الذي يراه هو بمثابة دواء لجميع المتاعب التي يعاني منها العراق كان على مستويات عدة منها السلاح المنفلت وأيضا القفز على الدولة والتصلب حول عنقها بالإضافة إلى الفساد ولهذا أعتقد في أنه وصل إلى أمر معين في أن شركاءه في العملية السياسية كالإطار التنسيقي هم يرفضون هذا الطرح ويحاولون تكرار المشاهد السابقة بالاستمرار بالتوافق هذا حقيقة لا تنتفع منه الحكومة الجديدة وأيضا لا يستطيع الحصول على قبول شعبي الذي رفض هذا المنهاج بتظاهرات وبفورة شعبية كبيرة جدا في العام 2019 ولهذا ارتأى الصدر قد يكون لذلك أو لتحقيق الأغلبية وقت معين هو يراه وفق ستراتيجية قد تكون معدة في الخارطة الذهنية له ولتيارة لكن هل تشكل تصريحات الأخيرة التي تابعناها الآن تحديدا تصريحات الإطار أسد بسام هل يمكن لها أن تشكل انطلاقة جديدة لعودة هؤلاء يعني بتصريح قبل قليل للصدر من بعد ما تحدث البعض عن إمكانية إطلاق مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية يقول لا تراجع سأعود إلى هذه النقطة يقول لا تراجع عن قرار الاستقالة وتأكيد الانسحاب من العملية السياسية ولا تعامل مع الفاسدين وكأنه التيار الصدري يؤكد مرة جديدة على قراره هل يمكن لذلك أن يستمر بتقديركم أعتقد أنه في جنب القانونية والإدارية الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ حين إصدار أوامر ديوانية في مجلس النواب حتى اللحظة المجلس يمر بعطلة تشريعية نعم الاستقالات وقع عليها رئيس المجلس لكنها يجب أن تطبع بمتون أخرى تكون موقعة ويطلق عليه أمر ديواني يحمل عدد وتاريخ وبالتالي عند هذا الأمر تعتبر الكتلة الصدرية مستقيلة يعني دستوريا ما في استقالة اليوم هذا ما أود أن أفهم منك أستاذ بسام يعني حتى الساعة ما في استقالة رسمية حتى اللحظة يمكن للتيار الصدري سحب الأوراق الموقعة التي قدمت لرئيس المجلس ويستطيعون العودة في مجلس النواب بعيدا عن موضوع الاستقالة الاستقالة ستدخل حين إصدار أمر ديواني هذه جنبة قانونية وإدارية حتى اللحظة هم مقدمين للاستقالة لكنهم لم تصدر بهم أوامر ديوانية وهناك مساحة كما تطرقتي في حديث إلى مبادرة رئيس الجمهورية هي قد تحاول العدول حقيقة أو يعني إقناع الصدر بطريقة ما لغرض العدول عن قراره خاصة وأن هناك مخاوف من تشكيل حكومة لا يشترك بها الصدر أولا وأيضا هناك تخوم مشوشة بين الإطار التنسيقي وبين حلفاء الصدر لكن هل يمكن أن يعود أو تعود الكتلة الصدرية من دون تشكيل حكومة أغلبية كما أرادها مقتضاء الصدر منذ البداية لا أعتقد في أن الصدر سيمضي بتكرار مشهد حكومة التوافق هناك تعطيل أكثر من ثمانية شهور لتشكيل الحكومة هناك تذخير نجح فيه الصدر على مدار عام كامل نحن لا نحتسب موضوع تشكيل الحكومة بل أنه بدأ بالتغيير حينما خرج من الإطار التنسيقي في منتصف العام الماضي وعاد للشروع بالعملية السياسية في أغسطس من النفس العام أي من العام الماضي والتالي هو ذخر جيدا قاعدته الشعبية تجاه التغيير ويحاول حقيقة أن يلحم الاحتجاج الصدري بالاحتجاج التشريدي في غضون جميع الخطابات وفي جميع البيانات التي صدرت من مكتبه هي لا تخاطب تياره هي تخاطب الاحتجاج التشريني لغرض الالتحام والوصول إلى قناعة بأن الصدر قد خرج من دائرة الأحزاب التقليدية وانتقل إلى دائرة الحركات السياسية التي تحاول إقناع المواطن بانتخابات تغييرية في وقت ما شكرا جزيلا على قراءة الكاتب والبحث السياسي بسام القزويني كان ضيفنا الليلة من بغداد